بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأصلي وأسلم على الرحمة المهدات والنعمة المصدات لسائر العالمين سيدنا وحبيبنا محمد خير الخلق أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه آمين يا رب العالمين إخوة الإيمان ونحن على مقربة من هذا الشهر الكريم نحن على أبواب شهر رمضان فإن كثرة قراءة القرآن سواء في رمضان أو في غير رمضان وإنما على الأقل في هذا الشهر الكريم يعني تحيى لياليه وكذلك يعني سهراته بتلاوة القرآن وبما يرضي الرحمن ولا شيء أعظم من القرآن ولا شيء يرضي الرحمن أكثر من كتاب الله تبارك وتعالى فكثرة القرآن أحبتي ماذا تورث للمؤمن ما هي الأمور التي تورثها كثرة قراءة القرآن أولا أنها تربي المؤمن تربي المؤمن على ماذا؟ تربيه على الأخلاق الكريمة الطيبة دون أن يشعر يجد نفسه متخلقا ببركة قراءته للقرآن الكريم المؤمن يزداد أيضا إيمانا واطمئنانا لقلبه ببركة القرآن الكريم وبصحبته للمصحف الشريف لا يوجد صديق أعظم ولا أحب ولا أقرب ولا أفيد من كتاب الله تبارك وتعالى وبذلك يهنأ المؤمن بحياته بالنسبة للمؤمن حياة مجردة من القرآن الكريم فليست بحياة وما يقولش ما نقراش اللي يحب يقرأ في ذا الزمان يقرأ لأنكي نحويج أصعب من قراءة القرآن وكي عادة يرهى في قلبه وتعلمها بسهولة وكل الأسرة عندها يعني بنين وبنات متعلمين ومتعلمات يستطيع جلسة في الليل مع ولده ومع بنته ويقدر يقرأ الحروف بشوية ويقدر يتهجى بالعقل ويقدر يقرأ ولا يجد عذرا لانقطاعه عن كتاب الله تبارك وتعالى كذلك ماذا يورث القرآن يورث المؤمن بالقناعة المؤمن يقنع بالقليل سيراه كثيرا نعم القليل يراه كثير واللي يبتعد عن القرآن الجبال يشوفها لا تساوي شيء لأن هذه اللحفة اللي في قلبه لا يطفئها إلا القرآن الكريم وما هو الشغرة في القرآن ما ليبقى دائما اللهف ودائما النار شاعلة حتى يرحل من هذه الدنيا ولا يجد في تلك الدار إلا الخزي والعار عدم الله وإياكم طيب وكذلك من يعود نفسه على قراءة القرآن يقل يعني مزاحه أو مزاحه ما يعودش يتحدث في هذا الكلام البذي وهذا يعني هذا الضحك بغير سبب ما يضيعش وقته في هذا الأمور وهذا السفاسف تلقيه قحقه هكذا بلا حتى حي وكذلك تظهر الفصاحة في حديثه كي يتحدث يتحدث بفصاحة ويتحدث بطلاقة لأن القرآن هو الذي ورثه هذه المزايا وكذلك أحبتي يخل حديثه من الألفاظ التي لا تليق بمثله ولا تليق بالمؤمن يصير المؤمن بسبب كثرة قراءته للقرآن إما أن يقول خيرا أو ليصمت كما قال عليه الصلاة والسلام ما يعوش من هذا الناس اللي من الصباح لليه وقعه هذرم كحاطب ليل هذه عقرب وهذا حنش وهذه لفعة وهذا شريط وهذا عود يابس وهذا أخضر وهذا وما إلى آخره يعني يعود المؤمن مركز في كلامه مركز في خطواته مركز في تفكيره بماذا بسبب قراءته للقرآن ونحن على أبواب شهر القرآن الذي قال فيهم لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات يعني يهدينا إن شاء الله يهديكم إلى طريق صواب ويبين لنا ولكم ما يليق وما لا يليق طيب فساحب القرآن إذا ربط نفسه بكتاب الله تبارك وتعالى يجد نفسه في كل مرة يعني يبتدع عما تعلمه في صغاره من الأمور التي لا تنفع ولا تفيد لأن قلبه قد أضاء واستنار أنار الله عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم آمين والحمد لله رب العالمين